موسيقى نبدأ من صحيفة الاتحاد الاماراتية التي عنونت الشرطة تبحث عن أغنى مشرد في فرنسا فقد عثر مشرد كان ينبش القمامة في محيط مطار باريس الرئيسي على باب شركة مفتوح فدخلها وخرج منها وفي حوثته 350 ألف دولار تقريبا وأكد محقق هذه الرواية متحدثا عن الجريمة المثالية وموضحا أن الشرطة لا تزال تجهل لماذا كان الباب مفتوحا في ذلك الوقت صحيفة النهار اللبنانية جوجل تعيد أزرار التشغيل والإيقاف إلى أجهزتها المنزلية فقد قررت شركة جوجل إعادة أزرار التشغيل والإيقاف المؤقت مرة أخرى إلى أجهزة هوم ميني الصوتية وذلك بعد إزالتها في البداية بسبب مشكلة كادت تؤدي إلى تسجيل الجهاز لحياة المستخدمين باستمرار اليوم السابع والتي عنونت فيروس خطير يجداح أجهزة الكمبيوتر ويشفر الملفات مقابل دفع مقابل مالي فقد اكتشف الباحثون الأمنيون فيروس جديد يشفر الملفات ويعطي الضحايا مهلة 96 ساعة لدفع مبلغ مالي معين لاستعادة الملفات المشفرة إذ اكتشف الخبراء في مختبرات نيتسكوب هذه التهديدات والتي لا تزال مستمرة حتى الآن صحيفة الوطن فيسبوك يكشف عن عائداته الإعلانية إذ يعتزم موقع فيسبوك بهدف الشفافية الكشف عن بعض عائداته الإعلانية في الدول التي يحقق فيها أرباحا باستثناء إيرلندا حيث نسبة الضرائب تكون أكبر وتتعرض ممارسات الموقع لتجنب الضرائب على غرار عمالقة الإنترنت الآخرين لتدقيق أكبر اشتركوا في القناة